اهلا بكم انخفض حجم التداولي في سوق العقار خلال الربع الاولي من العام الحالي بنسبة 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 ليبلغ مليار وخمسمائة مليون دينار في الربع الاول من العام مقارنة مع مليار وثمانمائة مليون دينار خلال نفس الربع من العام 2014 واستحوذت العاصمة على 75% من حجم التداول واظهرت احصاءات دائرة الاراضي والمساحة انخفاض حركة بيع العقار خلال ذات الفترة بنسبة 10% كما تشير البيانات وكما نلاحظ وكانت بيعات الشقاق 2% وبيعات الاراضي 14% وانخفض حجم بيعات العقار لمستثمرين اجانب في الربع الاول من العام 25% لتبلغ 89 مليون دينار مقارنة مع 118 مليون وسبعمائة الف دينار لذات الفترة من العام الماضي وجاءت الجنسية العراقية بالمرتبة الاولى بحجم بيعات العقار للاجانب خلال الربع الاول من العام حيث بلغت 42 مليون ومائة الف دينار كما نلاحظ ثانيا الجنسية سعودية 13 مليون ومتين الف دينار والسورية اخيرا 4 مليون ومائتي الف دينار والى خبر اخر اكد رئيس جمعية الصرافين الاردنيين على ديرانية ان الدينار الاردني يتصدر قائمة العملات الاكثر طلبا في سوق الصرافة المحلي وبينا ديرانية ان سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية الاخرى مستقرا ولم يتأثر بعاصفة الحزم على اليمن واضاف ان حركة حولات العامليين في الخارج تشهد انخفاضا في هذه الفترة متوقعا ان تشهد تحسنا بالاشهر المقبلة خاصة مع اقتراب شهر رمضان واشارة ديرانية الى وجود تحسن طفيف في حجم الطلب في السوق الصرافة نتيجة التحسن في الحركة التجارية والذي ما زال ضعيفا نظرا لتأثره بالازمة التي تمر بها المنطقة العربية تأثروا بالحرب هذه ما تأثر طبيعي زي ما حكيت لك بالاول انه بالعكس صار تحسن عليه تحسن طفيف عدد الدينار الاردني بس حركة التجارية البطيئة اللي صارت فيه العجل الاقتصادية خفت سوريا حروب، ليبيا حروب، اليمن حروب هذا الحكيب يأثر على الحركة التجارية مشان هيك حركة السوق عنا شوية تأثرت وضعف السوق عنا بشركات الصرافي لوجود منزاعات اللي عم تصير في المنطقة مية بالمية إلا تهدى الحركة التجارية أما كسعر صرف دينار بالعكس مستقر ومعروض الدولار معروض بكميات كبيرة وإلى سوق عمان المالي تراجع طفيف سجله المؤشر العام لأسعار الأسهم في بورصة عمان في نهاية جلسة تداول اليوم في حين ارتفع حجم السيولة بشكل كبير نتيجة الصفقات التي تمت على أسهم بعض الشركات مسجلا أعلى مستوى منذ أذارة من العام الماضي ووصل المؤشر العام لمستوى 2133 نقطة وحجم التداول كما تشير البيانات 25 مليون و 500 ألف دينار عدد الأسهم المتداولة 17 مليون و 900 ألف سهم نفذت من خلال 4030 عقد أما على المستوى القطاعي فانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 38% كما نلاحظ الصناعة 31% وارتفاع للقطاع المالي بنسبة 26% في حين ساهم القطاع المالي بنسبة 56% ثانيا قطاع الخدمات 37% وأخيرا القطاع الصناعي بنسبة 6% أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بنسبة 67% الأردنية لإنتاج الأدوية 94% والأكثر انخفاضا كما نلاحظ مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر 37% وأخيرا الموارد للتنمية والإستثمار بنسبة 66% وإلى خبر آخر قال وزير السياحة والأثار نايف الفيز إن قطاع السياحة يزاهم بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي وأضاف خلالة رأسه ورشة عمل للإعلاميين ضمن إطار برنامج التوئمة بين وزارة السياحة والأثار ووزارة التراث الثقافي والفعاليات السياحية للإيطالية أن قطاع السياحة تأثر بالظروف التي تمر بها المنطقة وهو يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص لتجاوزها مدير مشروع تطوير السياحة المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي عيسى قاقيش قال إن الحسابات الفرعية للقطاع السياحي أظهرت أن حجم إنفاق السياح سواء المقيمون أو ترانزيت والسائح الداخلي يكون مرتفعا على التسويق مقارنة بحجم إنفاقهم على الخدمات أو المواصلات والطعام والشراب أو الإقامة واستعرضت جانب الإيطالي أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي تركز على تنويع وتطوير المنتج السياحي وترويجه على مدار العام ورشة العمل التي تقام اليوم هي مرحلة من مرحلة تواصل مع الإعلام وهو أنصر رئيسي بالنسبة لنا لتركيز على قطاع السياحة الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في الأردن ويواجه تحديات كبيرة هذه التحديات لابد من العمل على تجاوزها ويكون يتجاوز من خلال الشراكة الحقيقية أيضا مع الجسم الإعلامي وهو العنصر الذي يستطيع إيصال الصورة الحقيقية عن الأردن وما يتميز به الأردن من منتج سياحي عظيم ليس فقط على مستوى المملكة ولكن على مستوى العالم انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس مع استمرار المحادثات بين القوى العالمية الكبرى وإيران بشأن برنامجها النووي والذي سيتيح لطهرانا في حال نجاحها ضخم زيد من الخام في الأسواق العالمية وانخفض خام القياسي العالمي مزيج برينت تسليم أيار 30 سنتا إلى 56 دولار و 80 سنت البرميل بعدما ارتفع دولار و 99 سنت عند التسوية يوم الأربعاء وتراجع الخام الأمريكي تسليم أيار 40 سنتا إلى 49 دولار و 69 سنت البرميل بعد أن أغلق أمس مرتفعا دولارين و 49 سنت أو 5.2% أعلن بنك الإسكان اليوم عن الفائزة بجائزة حسابات التوفير الإسبوعية وقيمتها 15 ألف دينار حيث فازت بها نجاح حسيب علي حسن من فرع الزرقاء ترجمة نانسي قنقر